بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله احنا عملنا جهاز ريب التنقيد في منتهى السهولة وبدون اي تكلفة نهائية وبدون اي عبء على اي حد عشان الناس كلها تستفيد وبادوات موجودة في كل بيت من غير اي تكلفة نهائية طبعا احنا عارفين ان احنا بنتطرف بعض الاحيان ان احنا نسيب النباتات نظرا لأي ظروف بنمر بها وكمان ان احنا في فصل الصيف بنحتاج ان احنا نروي النبات كل يوم نخش في التفاصيل على طول من غير كلام زي ما انتو شايفين هنستخدم قنينة بحجم حوالي 20 لتر ممكن تستخدم على حسب المتاح عندك ممكن لو عندك ان برميل 50 لتر 100 لتر زي ما انت عايز على حسب عدد اشتر الموجودة عندك هنعمل في فتحة صغيرة هنستخدم معاه خرطوم خرطوم اللي احنا بنستخدمه في البيت عادي طبعا انا حاولت ان انا اجيب ادوات بسيطة متاحة ومتوفرة في كل مكان هنحط الخرطوم في الفتحة يعني هيدخل على طول ان شاء الله بدون اي مجهود وبعدين هنستخدم الالام الحبر اللي احنا بنستخدمه وبنكتب بها في البيت ده مش هنفع نستخدمه هنستخدم الالم اللي هو بيتفك من ورق زي ما انتو شايفين ده متوفر في كل مكان حتى لو احنا اتضغلين ان احنا نشتري الم كله بجنيه يعني مش سعر ومش غالي بس احنا لو عندنا في البيت يعني المستخدم ممكن نستفيد منه زي ما انتو شايفين الالم اللي هو بيتفك من وراء. ده لازم يكون بيتفك من وراء. تمام? هنبتدى نحن نبطحهم وناخد الجزء اللي هو من وراء اللي هو بيتفك. نبتدى نحن نقصب اي ادام موجودة عندنا. بس انا بقصب للصاروخ لانه متوفر عندي وسريع. لكن انت ممكن تقصب حتة منشار ممكن بسكينها يعني هو سهل البلاستيك مش مستاهل يعني. طبعا كل ما بزيد عندك عدد النباتات او عدد القصص او عدد اشجار هتزود عدد الايلام. وكمان بنسبة لطول الخرطوم. كل ما عدد النباتات بزيد. ممكن تطور الخرطوم زي ما انت عايز. زي ما احنا عارفين الخرطوم بتباع يعني في محلات اللي هي العدد. بتوفر في كل مكان ومش لازم السمك يعني ممكن تجيب واحد ارفع واحد ادخن على حسب المتاحة عندك مش هيفرق في اي حية خالص. نبتدى ان احنا نعمل في فتحات عشان ندخل فيه الالم. طبعا الفتحة هتكون على حسب يعني المسافات ما بين كل اصيص او حسب المسافات اللي موجودة في الاشجار. برضو هيدخل الالم في المنتهى السهولة عشان الخرطوم بلاستيك فيضغط عليه. وهيبتدى ان هو يمسك فيه بشكل كويس. اخر الخط او اخر الخرطوم زي ما انتم شايفين احنا مش محتاجينه في اي حيات خالص. هلتطرد ان احنا نقفلو هنقفلو ازاي هنضم عليه زي ما انتم شايفين. وبحتة قماش نبتدى ان احنا نلبطه وخلاص كده الموضوع انتهى يبقى كده اخر الخط مقفول عندنا وما بيطلقش موية نهائية. تعالوا بقى نجرب الاختراع البسيط. طبعا انت ممكن تستخدمه باي شكل. يعني انا ببسط لك الفكرة وانت استخدمها زي ما انت عايز. عايز تخدمها على شجار. عايز تخدمها في القصيس زي ما تحب الفكرة قدامك في منطقة البساطة وبادوات متوفرة في كل مكان. نفتح المحابس في الاول عشان طبعا لو في اي رواسب ولا في اي حيات ممكن ايه نطلحها وننظف الخرطين بعدين نشتغل ايه وننجط نقطة نقطة كده ونشوف الاختراع ده لي فايدة ولا ملوش فايدة. لو عجبك الاختراع البسيطة يريد تكتبلي في التعليقات. افكار بسيطة وان شاء الله الناس تستف مني. ناخدها واحدة واحدة كده. دي كده واعتبر اول مرحلة. دي المرحلة اللي هي الرأي الغمر لو انت حبيت انك انت تفتح وتروي النبات كله رأي غمر مرة واحدة. ده مستوى تاني اقل منه شوية. يعني ممكن يفضل فترة يعني اطول من الرأي الغمر. بس هو سريع شوية بس احنا هنشوف مرحلة تانية يعني اجل من كده بكتير. المرحلة دي زي ما انتم شايفين نقطة نقطة يعني ممكن تستمر معنا الاكتر من 10-15 يوم بالقنينة اللي احنا عبناها. موضوع في المنتهي السهولة. وكمان في حاجة تاني مفيدة جدا لو عندك اسمدة وحبيت حطها للنبات. ممكن تضيفها في القنينة وتبتد تنزل نقطة نقطة نباتة يستفيد منها بشكل كويس جدا. اتمنى يكون فاضح حضرتكم. واشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم. ما تنساش تكتب لي رأيك في التعليقات. واشوفكم الفيديو القادم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.